مجموعة البريكس دي عبارة عن إيه؟ مجموعة البريكس بدأت يعني كانت البرازيل وروسيا الهند 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 جنوب أفريقيا لكن يعني خمس دول وخدوا الحرف الأول من كل دولة وعشان كده جاءت تسمية البريكس يعني كان إيه الهدف؟ هو تكتو الاقتصادي مزبوط؟ أحداثي بيسعى لإحداث نوع من التوازن أيضا في العالم يعني بعد الهيمنة الأمريكية بعد النيارة التحاد السوفيتي والهيمنة الأمريكية طبعا لكسر احتكار الأمريكان أو الغربة بصفة عامة للسيطرة على العالم والنطور بقى العملة الأقوى في العالم بالزبط كده فطبعا يعني كان الهدف طبعا الصين لا شك كقوة وروسيا والهند يعني ثلاث دول دي تكفي يعني كل واحدة تكتو الاقتصادي وحدها يعني يعني وضفنا ليمو البرازيل وجنوب أفريقيا يعني المسألة مش مش هتفرق كتير لكن طبعا ثلاث دول دولة دول فعيلات روسيا وريسة الاتحاد السوفيتي عضو دائم في مجلس الأمن نفس الحكاية بالنسبة للصين والصين قوة اقتصادية طبعا يعني صحيح من من ايه أهداف المجموعة دي يعني أهداف المجموعة البريكس كانت بتسعى ايه؟ وهي إحداث توازن في العالم السواق سياسي تكتل جديد بينشأ رغم أن الصين ممكن أقولك والهند يعني مش مش على نفس الخط زي روسيا يعني روسيا واضحة يعني الموضوع بالنسبة لها الغرب يعني تحدي الغرب هي عايزة يعني تسيطر على الدولار أو تهاجم يعني لا 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 تلغي هيمنة الدولار تلغي هيمنة ده قصة تانية حان يريد حان يجيلي أكيد لكن هي طبعا الصين لها علاقات قوية جدا بالولايات المتحدة الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين الهند برضو أيضا الولايات المتحدة بالنسبة لها شريك تجاري مهم يعني بالإضافة لأن الصين كمان شريك تجاري لها الاتحاد الأوروبي حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعني أكتر من تريليون ونص تقريبا ده بسبب مجموعة البريكس ان هما الاتنين أعضاء ده بشكل عام التجارة ما بين الدولة البريكس بقى حاجة تانية البريكس الصين بتحاول بقدر المستطاعة تفتح لنفسها أسواق جديدة في أفريقيا في روسيا حتى في الهند نفسها ترجمة نانسي قنقر